موسيقى احنا دائما كنسعوا اننا نقربوا السينما وهذا الغاية لشنا نعدي الناس شعار دير هاد الدورة هو السينما للجامعة وكذلك حمله واحد الاسم دير واحد الرجل اللي اعطى الشئ الكثير الفرجة المصراحية والسينماية وتلفزيونية اللي هو هو الفقيد العزيز سيد احمد الصعري موسيقى بالنسبة للسيد احمد الصعري في حقيقة كان هو في ايام ما قبل 84 اللي انه تم هدم المصرح البلادي في 84 وما قبل 84 كان هو اللي يعمل نائب مدير المصرح البلادي بحيث انه كان رجل يعني كان واحد القيمة الموضافة الفناني كان دائما يترافع على الوضعية ديال الفناني المغاربة كان كذلك هو المؤلم المبادرة ديال انه يكون عرض ديال كل المصرحية مصرحية اللي تكون في المصرح البلادي انه تعرض ثلاثة الأشياء خاصة بالطلبة واحد ثمان رمزي وفي السبعات الأشياء اللي عمو موسيقى الهدف ديال مهرجان كما اكد عليه هو اننا بغينا نزرع التقافة سينمائية عند عموم المغاربة والسيما عدد المنطقة ديال نحن لاننا كانوا عدنا تقريبا واحد ثلاثة ديالقاعات سينمائية اللي هي السينما الحسنية والسينما المدنية والسينما الاعتمانية والسينما الفلاح فكله من قارضه كله ما بقوش وحنا هنا في دور ديالنا اللي يخصوا يقوموا به كأنديا سينمائية في المغرب اننا نخصنا نكافحوا ونجريوا ونقولوا مجريناش باش يمكننا العموم ديالنا مغاربة يشوفوا الدرامة الوطنية على احسن الدورو في شوفوا الافلام ديالهم تليفزيونية يشوفوا افلام سينمائية والريان ديالنا هو اننا ما كرناش اننا كل شهر نعملون عشاط كبير على مسوا الدربة كبيرة وبغينا واحد المهرجاء اللي يمثل هاد المدينة ديالنا اللي هي فيها عدد كبير ديال الصحفيين عدد كبير ديال المونتيجين عدد كبير ديال السينمائيين عدد كبير ديال التقنيين عدد كبير ديال المخرجين بغينا تحنا تكون عندنا واحد هاوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة